طيب تعالي ناخد الحاجتين دول بالمناسبة بقى مع بعض وأنا أظن أن هناك قربت أنا عندي جيلي الحقيقة الحقيقة مبهر ومحدش كان يصدق ده يعني أنا ما صدقش أن عيالي أنا عيالانا وهم أحفظ مصطفى وتحية يبقى في عندهم اهتمام بالقضية لأنه هذا الجيل أنا كنت بقى أقدره أقل مما يقدر بصراحة كله مش بس عيالي كنت بقى شعور بحزن كده لما لأنا عديقة عبيلة بتفرجوا على تيك توك وبتاع لا حول ولا قوة إلا الإرث راح يا أولاد فلاقي أنه كل هذا الجيل أيا كان المستوى الابتماعي أيا كان موجود في أنه مدرسة أيا كان موجود في أنه جامعة في أنه كلية اهتمام حقيقي وفاعل بالقضية وبيشتغلوا على دعمها بشكل فعلي وعملي وما إلى ذلك وفي نفس الوقت أنا بقى هنا بطمح أنه هذا الجيل مش بالضرورة أن هما لازم يكونوا في السن اللي يسمح لهم بالانتخاب لكن هو يبقى مهتم إذن كمان بالسياسة الداخلية وبالانتخابات ويقرأ عن المرشحين تتوقع أنه هيجي هذا الاهتمام وفي يوم من الأيام نشوف كوادر سياسية كبيرة من الجيل ده آه يعني أنا أقدر أقول لك أن أزهانهم إن فتحت أو تفتحت وإن القضية فلسطين كقضية سياسية وإنسانية آه هما مش منظور لها بمنظور عربي زينا مم هما منظور لها بمنظور سياسي وإنساني وبدأوا بقى يتعرفوا على الطبيعة إحنا خلي بالك إحنا لما بدأنا كنا بنقضب منظور قومي عربي وكل الأغاني العروبة جداً نسمع عن دم هم لا أخذينا منظور سياسي وإنساني ومنظور ظلم شايفين ناس بتموت وده جيل يعني ما ما تقرب ما عربش من الحاجات دي قبل كده آه وشايفين كمان مخاطر علينا وشايفين مصر مشاركة مع تباين توجهاتهم هذا الجيل ما أعتقدش أنه هو لما هيخلص غزة هيقفل ويقول خلاص بقى احنا كده يعني عملنا علينا ونرجع تاني آه نلعب بقى ونشوف لا أظن لا أظن أعتقد ليه بقى لأنه هو زي ما بقولك جيل مختلف هو جيل وأنا برضو آه يعني بناتي نفس الاهتمام بي من اللي هو بتقعد تبحث بقى تشوف قضية فلسطين مين وتجيب الخريطة طب طب غزة فين طب شمالها فين طب النقب فين طب والأسماء الأصلية بتاعة المدن آه والأسماء الأصلية طب وديه ايه طب وهم ليه خدوا طب وليه راحوا طب وإحنا سيبنا ليه كده طب والدولة دي ليه موقفة دي بدأوا بقى يدرسوا التاريخ ويدرسوا التفاصيل والحاجات اللي هي الأبجادية بالنسبة لنا اللي احنا كنا بالنسبة لنا أبجادية ومهتم وبيشيروا كل ما يلاقوا محل من المحلات اللي عملين على مقاطعة فاضي يشيروا ويشجعوا بعض وبالك ونسبة كبيرة وفعلا عملين ألأ وقصرت آه